اللي هذا بالمناسبة بالشيء يذكر أنه حديث نورانية واللي مع الأسف اكتشفت أنا بعد سنوات لم أكن ملتفتا أنه كان يعرض على قناتنا أيضا فوجهت بأن لا يعرض لا لأنه ليس صحيح المضامين فمضامينه أو كثير منها صحيحة لموافقتها الروايات الأخر لكننا لم يثبت عندنا هذا اللفظ من الحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام ولا نستحل أن ننسبه إليه ولفظه إلى حد ما بعيد عن لفظ الإمام عليه السلام ولم يرد في أو من طرقنا المعتبرة المشهورة وفيه بعض العبارات التي فيها نظر كذلك فنحن نلتزم بما التزم به العلام المجلسي في هذا الحديث علام المجلسي رحمه الله أصلا هو الذي تفرد بنقل هذا الحديث علامة ببالي في البحار وقال ما مضمونه إني أنقل أخبارا هنا لا ألتزم بصحتها لأنها لم ترد يعني في طرقنا أو عن طرقنا المعروفة المشتهرة أو التي يمكن الالتزام بصحتها ولكن أكل علمها إليهم أو أردها إليهم عليهم السلام مجرد نقل ونرد علمها إليهم عليهم السلام هذا موقفنا في شيء هذا الحديث فيه نظر هذا الحديث لا نحكم عليه بالصحة كما لا نحكم عليه بالبطلان جزما والوضع جزما بل نرده إلى أهله عموما هو ليس بمعتبر المشكلة إخواني أن بعض أهل الحشو بعض أهل الغلو اتخذوا هذا الحديث اتخذوه حجة للقعود أو للإقعاد عن التكاليف بدعوى أن اللازم هو فقط معرفة الأئمة بالنورانية فإن لم نعرفهم كنا نواصب كما هو في يعني ما ذكر في هذا الحديث وشنوب الله معرفتهم عليهم السلام بالنورانية أنه لازم مثلا نقول أنهم أو أن علي عليه الصلاة والسلام كان هو الذي علم موسى عليه السلام وليس الخضر مثلا على سبيل المثال وأمثال هذه الأمور التي هي محل نظر فيها نظر إذا كنا نقصد من معرفتهم عليهم السلام بالنورانية أننا نعتقد أنهم أنوار خلقهم الله عز وجل في عالم الأنوار فهذا ثابت لذلك كنا نقول أن مضامين أو كثير من مضامين هذا الحديث صحيحة لكن كل المضامين وبنفس هذه الألفاظ ونلتزم أمام الله تعالى بأنه قد نطق بهذا أمير المؤمنين سيد البلغاء صاحب نهج البلاغ عليه الصلاة والسلام والحديث كما ترون هذا ما لا نستحل فنتركه جانبا ونرده إلى أهله عليهم السلام أما أن نتخذه شماعة للقعود عن التكاليف ونقول المهم معرفتهم بالنورانية ونغرد بهذا وما أدري نسبح في هذا ونهيم بهذا ونترك واجباتنا في زمان الغيبة فهذا مما يطلبه الشيطان لطالما انتصر الشيطان على أقوام من الشيعة بمثل هذا أن كل ما يحسنونه وما هم منشغلون به هو الهيام بالأئمة عليهم الصلاة والسلام بس خلص هو هذا المهم الحركات المنحرفة المغالية في أزمنة الحضور كانت على هذه الخصلة أو على هذه السجية حتى قالوا إن الصلاة رجل يعني المقصود شنو؟ يعني الصلاة الحقيقية موالاة الإمام رجل هو موالاة هذا الرجل فإذا عرفته هذه صلاتك فقعدوا حتى عن الصلاة وهي تكليف من التكاليف كذلك موجبات الظهور تكليف هذه تحتاج إلى دراسة تحتاج إلى بحث تحتاج إلى تأصيلات فقهية شرعية ثم يعمل بمقتضاها بعدما تمهر بختم الحاكم الشرعي أو مرجع التقليد الجامع للشرائط إنه هذا تكليفنا في مثل هذا الزمان شكراً للمشاهدة